حصيلة عدد ضحايا هجمات يوم الجمعة في مدينة كانو شمالية نيجيريا تجاوزت 177 قتيلاً بعد أن تمت مهاجمة عشرات مراكز الشرطة على يد عناصر مجموعة بوكو حرام المتشددة وباستثناء بعض العمليات المعزولة في العاصمة أبوجة تركز المجموعة عملياتها شمالية البلاد حيث تعيش أغلبية مسلمة وحيث تعرضت كنيستان إلى أعمال تفجيرية في مدينة باوتي ولحقت جراء ذلك أضرار بالمبنيين ولم يكن هناك خسائر في الأرواح أو إصابات وتختزل أعمال مجموعة بوكو حرام إلى حد ما خيبة سكان الشمال المسلمين الذين يشعرون بالتهميش من جانب السكان المسيحيين في الجنوب حيث تتجمع الثروات البترولية للبلاد